في الوقت الذي تقوم فيها الدول الكبرى بتطوير ترسانتها العسكرية وضم أدوات قتالية ذكية وغير مسبوقة وبعد أيام من إقرار الكونغرس الأمريكي ميزانية الدفاع الوطني للعام 2023 والتي خصصا من ضمنها جزء كبير لتطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أعلن الجيش الأمريكي أنه اختبر بنجاح صاروخا فرط صوتي ليضاف إلى سلسلة الأسلحة العسكرية المتطورة للجيش الأمريكي والتي تندرج تحت مظلة الأسلحة الذكية ما هي طبيعة السلاح الأمريكي الجديد كيف تمت عملية اختباره من قبل سلاح الجو الأمريكي وما هي أبرز محطات تطوير تلك الأسلحة دعونا بداية نتعرف سوية على أبرز ما يميز هذا الصاروخ اسمه طويل قليلا هذا هو خلف 183 AARW وهذا ما أطلق عليه الجيش الأمريكي اسما للصاروخ ووفقا لما ذكرته الشركة المصنعة لهذا الصاروخ لوك هيد مارتن ينتمي هذا الصاروخ لعائلة صواريخ كروز ويعتبر من فئة صواريخ الرد السريع التي تفوق سرعته سرعة الصوت ينزلق للهدف بسرعة 20 مخ ما يجعله يوجد تأثيرا مكافئا لقنبلة فائقة القوة من مميزات هذا الصاروخ الأمريكي الجديد هو مدى هذا الصاروخ طويل يصل لألف كيلو متر أما من الصوت الإطلاق فأكدت لوك هيد مارتن أنه يحمل جوا على طائرات F-15 وB-52 وأيضا يمكن لطائرة B-1B حمله كما يمكن للقادفة الواحدة حمل واحد وثلاثين صاروخ من هذا الطراز في آن واحد تميز هذا الصاروخ بأنه مصمم لضرب أهداف عالية القيمة بشكل فوري والمختبئة في مواقع صعبة بما في ذلك القواعد العسكرية والسفن الحربية كما أنه ينتقل بسرعة تفوق سرعة الصوت أو تفوق سرعة 5 مخ بالإضافة إلى تميزه بقدر على المناورة في منتصف الرحلة ما يجعل تعقوبه وإسقاطه أكثر صعوبة من الصواريخ الباليستية التقليدية إضافة إلى أنه قادر على اختراق الدفاعات الجوية أيضا حول هذه التجربة الناجحة للجيش الأمريكي صدر بيان عن الجيش أكد فيه وتحديدا لسلاح الجو أن قادفة استراتيجية من طراز بي 52 أطلقت الصاروخ أثناء تحليقها فوق مياه المحيط الهادي قبل تسواح الكاليفورنيا والذي وصل إلى سرعة فرد صوتية تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف واتبع مسار رحلته والفجر في المنطقة المحددة له بدقة عالية يأتي تطوير منظومة الصواريخ تلك بعد أن أكدت تقارير اختبار الصين في العام 2021 لصاروخ فرد صوتي حلق حول الأرض قبل أن يتجه نحو هدفه ويخطئه لم يصب الهدف أخطأه بفارق بضعة كيلومترات فقط من جهتها أعلنت روسيا أنها استخدمت مرتين على أقل تقدير صواريخ فرد صوتية في أوكرانيا كذلك أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارات على الصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من دون أن تتحدث عن نتائج لتلك الاختبارات نتوسع أكثر وينضم إليه من ولاية فرجينيا الأمريكية الخبيرة العسكري وكبير الباحثين في مؤسسة أولويات الدفاع دانيل ديفيس مرحبا بك دانيل شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة أعطيني قراءة في قضية التوقيت الآن هل الولايات المتحدة كانت مجبرة أن تقوم بهذه التجربة الآن هل الظروف المحيطة الصين وروسيا تلك التجارب هي من دفعت إلى استعجال الإعلان عن هذا الصاروخ والقيام بالتجربة لا أعتقد أن هناك شك في أننا نستفيد من الظروف الحالية لتعزيز الإعلام والدعاية والردع في مجال هذا الصاروخ ولكن التحضيرات مستمرة منذ خمس سنوات لا يمكننا أن نسرعها نحتاج دائما إلى وقت بمعنى أن هذا التطور مخطط له منذ فترة ولكن الإعلان عنه لم يأتي صدفة خاصة أيضا مع القازفات الجديدة التي تكلمنا عنها منذ بضعة أيام وذلك أيضا لإظهار قوة أمريكا أمام الدول الأخرى التي لديها هذه القدورات كيف ستسمع هذه الرسالة أو ما هو الصدى المتوقع أن ترجعه هذه التجربة وهذا التطور في هذا المجال في الدول المنافسة الآن ألا تتوقع أن يكون هناك رد فعل ينعكس إيجابا على المنافسين هل تكشف الولايات المتحدة جزءا من ما تفكر فيه في المستقبل ويغير من كيفية تفكير واستراتيجية المنافسين في الواقع أعتقد أن العكس هو صحيح كما قلتم في البداية الصين وروسية قامت بتجارب في هذا المجال وهناك استعمال من قبل روسيا لهذه الصواريخ الفوق الصوتية وبالتالي لن يؤدي ذلك إلى أي تغير فيما تعلق بأعدائنا هم تفوقوا علينا في هذا الإطار وربما هذا التطور هنا سيشجع الخصوم على القيام بإنجازات أكبر على هذا المستوى هنا ليس هناك لأي دولة قدرات في اعتراض أي نوع من الصواريخ الفوق الصوتية ولكن سيكون هناك محاولات نعرف أن السرعة هي 15 ألف مايل في الساعة أو ميلا في الساعة وأعتقد أن الاعتراض هو صعب ولا أعتقد على أي حال أن ذلك يعطينا تفوقا مهما وهنا السؤال في قضية التفوق الآن لربما الحديث عن الصواريخ فرد صوتية يعتبر حديث العهد الآن بناء على التقييمات الأمريكية هل بالمقارنة مع المنافسين هل الولايات المتحدة متأخرة في هذا المجال أمن الجميع ربما يسير في خطواته الأولى في إنتاج هذه الصواريخ سيد دانيل إلى جانب روسيا لم يستعمل أحد هذه الصواريخ في صحة القتال وفقط عدد محدود من هذه الصواريخ من دون إمكانية للتأكد من استعمال هذه الصواريخ أو من أداء هذه الصواريخ أعتقد أمريكا وروسيا والصين وربما كوريا الشمالية ما زالت في بدايات تطوير هذه التكنولوجيا وكل ما هو جديد من التكنولوجيا العسكرية يحتاج وقتا ولكن سيتطور ويتقدم ويتعزز مع الوقت وهذا ما سنراه وكل فريق سيحاول أيضا أن يجد التكنولوجيا التي تسمح بالدفاع ضد تكنولوجيا هذه الصواريخ هكذا تحصل الأمور طيب وأيضا في طالة ربما إيجابتك التي ذكرت فيها قبل قليل والتي قلت فيها بأن هذا الإعلان عن هذا الصاروخ الآن يأتي بعد أيام قليلة من الإعلان عن طائرة قاذفة أمريكية هل توالي هذه الإعلانات هو للتأكيد على النجاح الولايات المتحدة في هذا المجال وهل هو تأكيد على أن هناك نية في الاستمرار في تطويرها نعرف بأن هناك العديد من المشاريع في الولايات المتحدة كانت قد بدأت ولكن تراجع عنها بعد لاحقا البنتاجون ووزارة الدفاع المسؤولون عن القرار باستمرار وتوسعة هذه التجارب تراجع عنها هل هذان الحدثان المهمان في هذه الفترة القصيرة يبشيران بمستقبل واعد في الولايات المتحدة في هذا المجال يبدو ذلك طبعا لا يمكننا أن نصدق كل التقارير هناك سرية لا تسمح لنا بالتأكد من كل التفاصيل لا يمكننا أن نتأكد هناك كلام حول ما يمكن أن تكون عليه القدرات الصينية والروسية طبعا هنا أيضا لا يمكننا أن نصدق ولا يمكننا أن نكذب لأنه لو كانت هذه الإنجازات حقيقية علينا أن نواجهها من الناحية الدفاعية أعتقد أن أمريكا تركز على إرسال رسالة في هذا المجال ونحن لا ندري إن كانت هذه الرسائل ستكون ناجحة في ردع الخصوم بدلا من أن تشجعها على زيادة التقدم التكنولوجي لتخطي التقدم الأمريكي وبالتالي هذه الرسائل قد تكون لديها تأثيرات عكسية تدفع بالخصوم إلى زيادة تقدمهم وتطويرهم لأسلحة تواجه الأسلحة التي وصلنا إليها من مصلحتنا نحن أن نعزز من أسلحتنا هكذا تكون الحروب ومن مصلحة الولايات المتحدة أيضا أن تعزز أمن حلفائها ولكن الصواريخ الفرد صوتية هل هي ستكون بقيمة طائرات الـ F-35 لا أتحدث عن قيمة المالية أو النقدية لها لا أتحدث عن سعر الطائرة أنا أتحدث عن إمكانية تزويد الحلفاء بها أم أنها ستبقى في طار لربما صعبة الوصول أو يشغلها فقط الجيش الأمريكي ولكن تمنح وتوضع في مناطق محددة لربما تكون حليفة للولايات المتحدة أعتقد ذلك يمكننا أن نستعمل الـ F-35 نعرف أنه في البداية لم يكن هناك تجاه إلى التصدير ولكن مع الوقت تتغير الأمور علينا أن نتذكر أيضا أن هناك إنجازات تكنولوجية مهمة ولكن هذا الإنجاز بحد ذاته لن يغير الكثير هناك صواريخ دفاعية وهجومية كثيرة لديها قدرات مماثلة على أعلى المستويات حتى إن كانت هناك مواجهات بين الدول العظمى هناك قدرات صاروخية مهمة جدا طبعا فيما يتعلق بسرعة فوق الصوتية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات ذلك لن يغير الكثير لأن هذه الصواريخ لديها قدرات عالية جدا أما التركيز فلابد أن يكون أيضا على النحية الدفاعية طيب والسؤال ربما الأبرز لأن متى سيدخل أو ستدخل منظومة الصواريخ هذه أو على أقل هذا الصاروخ نطاق الخدمة هل دخل بالفعل نطاق الخدمة؟ هذا ليس واضحا الكلام كان عن وجود الصاروخ وتجربته وبالتالي إنه عملي وربما ما زلنا في بدايات تطوير هذا الصاروخ ولكن هناك تقدم مستمر كذلك أعتقد ربما أننا ما زلنا أن نختبر هذه الصواريخ وربما في المستقبل تنتقل إلى فترة فترة إنتاجية وبعد ذلك إلى الخدمة شكرا جزيلا لك كبير البحثين في مؤسسة أولويات الدفاع دانيل ديفيس لهذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر